ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعنا النهاردة موضوع مهم جدا وهو الغضب الغضب صفة غير مستحبة في الدين الإسلامي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يقزم غيزه وكان خلوق جدا ولا يعتد بمن يغضبه النهاردة نتكلم عن صفة الغضب وإزاي نتجنبها وإيه النتائج اللي ممكن تترتب على الغضب معنا دكتور عادل المراغي إمام مخطيب مسجد النور بالعباسية صباح الخير فانا صباح الخير فاندين صباح خير عزيزي فاندين كده نعرف التعريف الصحيح أو يعني الكلام المزبوط لكلمة الغضب نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله وبعد أولا كلمة الغضب يعتبر من توضيح الواضحات لأن كلمة الغضب يعرفها الصغير والكبير وكل واحد يعرف معنى الغضب وإن كان عرفها بعض العلماء القرطبي عرف الغضب بأنه عبارة عن الشدة يقال رجل غضوب أي شديد وحية غضوبة أي شديدة شديدة السم فمعنى الغضب معنى الشدة ومعنى لها معنى آخر معنى الانفعال وتدفق الدم في العروق فيؤدي إلى الغضب الشديد أدي معنى كلمة الغضب فمعناها اللي هي الشدة سواء كان الإنسان يعني مقرد ما يستفز فيؤدي إلى الغضب وهو جريان الدم في العروق فيؤدي إلى تصلب الوجه وانتفاخ الأوداج زي ما وضح النبي عليه الصلاة والسلام ده بالنسبة لتعريف الغضب عزين نعرف إزاي نقدر نقزم غيزنا يعني إزاي لما غضب أقدر أسيطر على العصاب طبعا قبل ما نتكلم حضرتك على كزم الغيز إنه وراء كل جريمة هو الغضب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عندما جاءه رجل فقال له أوصني يعني أي واحد ممكن تصوره النبي عليه الصلاة والسلام يقول له صلي صوم اعمل كذا تصدق بينما النبي عليه الصلاة والسلام لخصله يعني خلاصة كل أو سفينة النجاة كلها في كلمة واحدة قال له لا تغضب رجل طبعا لم يقتنع قال له يا رسول الله أوصني فكرر ذلك عليه قال له لا تغضب الرجل إلى هذه اللحظة لم يقتنع قال له أوصني مرة ثالثة قال له لا تغضب فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال ذلك أن يبين له طريق النجاح طريق النجاح يعني جريمة القتل جريمة الطلاق عبارة عن كلمة لما الإنسان يغضب ثم يتلفظ بالطلاق فيعتبر شتة أسره كذلك إن قتل فدى جراء الغضب فلذلك أي جريمة تقع نما تكون عن طريق الغضب وجاء في حديث آخر جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال له لا تغضب ده بداية قبل أن أتكلم عن كيف الإسلام كيف استطاع أن يتخلص من الغضب عن طريق حضرتك والإخوة المشاهدين خمس طرق الطريق الأول أن الإنسان إن غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فقد روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ومعه رجلان يستبان واحد بسب التاني فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترون إلى هذا الرجل كيف انتفقت أوداجه من شدة الغضب لأن الغضب يؤدي إلى تشنج الإنسان أحيانا فثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد في كلمة لو الإنسان قالها لن يجد هذا الغضب فقال إن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فواحد من الناس قال للرجل ده قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالرجل غضب لأن الغضب عبارة عن شعبة من شعب الجنون بداية الجنون هو الغضب فالرجل كأنه مرضيش أنه يأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام نعم فقال للآخر أبي جنون أنت شايفني مجنون ذا أول طريق الطريق الثاني حضرتك أو العلاق الثاني الإنسان يغير المكان ففي حديثي أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا غضب أحدكم وكان واقفا فليجلس وإن كان جالسا فليطجع يعني غير المكان فهذا علماء النفس أثبتوا كده أن تغيير المكان له أثر كبير في انتصاص الغضب أي إنسان مننا يغير المكان أو يذهب خارج البيت ينغضب في بيته فيجب عليه أن يغادر المكان خمس زي ثم بعد ذلك يلاقي نفسه أنه تغيرت الأمور معه وذهب عنه الغضب الطريقة الثالثة الوضوء وده طريقة مهمة جدا جدا النبي عليه الصلاة والسلام وسبب في الوضوء لأن الغضب من الشيطان والشيطان كما نعلم جميعا خلق من إيه؟ من النار فبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الوضوء يذهب الغضب لأن الغضب جمرة من الشيطان والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء الوضوء يذهب الغضب نعم سيدنا معاوية قصة طريفة جدا أغضبه يوم الأيام بعض التابعين وكان على المنبر فبعد أغضبه قال له ليس ذلك من كدك ولا كد أبيك وربما يعني جرح سيدنا معاوية وهو أمير المؤمنين على منبره أمام الناس فسيدنا معاوية ما كان منه إلا وكان حليم طبعا المثل لو كان بيني وبيني ناسه شعر من قطعت كان أحلم الناس معاوية بن أبي سفيان فذهب إلى بيته دون أن يكلم أحد حتى أتى البيت فتوضأ ثم ارتقى المنبر مرة أخرى بعض الناس سألوه أين كنت قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن إنما يطفئ إن الغضب جمرة من الشيطان وإنما يطفئ الماء النار وتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهبت فتوضأت فانطفى ما به من غضب كان آدر يفتك بهذا الرجل ويقتله الطريقة الثالثة أن يسكت الإنسان لأن الحرب أولها كلامه الحرف الجهلية كانت تقوم على قدم وساق بسبب كلمة من الكلمات كما قال الشاعر وإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلامه فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جسس وهام يعني ممكن الإنسان لو غضب وتاني غضب كلمة على كلمة تؤدي إلى اشتعال بين الطرفين بل ربما تؤدي إلى الطلاق بين الرجل ومرأته أو القتل في الأحيان فلذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس إذا غضب أحدكم فليسكت الطريقة الخامسة والأخيرة إن الإنسان إن غضب يتذكر جزاء ربنا عز وجل لمن غضب فكزم الغيز في الآية القرآنية والكاظمين الغيز والعافئين عن الناس والله يحب المحسنين كل إنسان يغضب الإنسان بطبيعته يغضب ولذلك قال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار ولكن العبرة ليس في الغضب إنما العبرة في كزم الغيز بعد الغضب لأن طبيعة الإنسان ربنا خلقه يعني يستفز ولكن بعد أن الإنسان يستفز أو يستفز عليه أن يقضم غيظة يوم القيامة ربنا عز وجل بنادي على رؤوس الأشهاد كما في الحديث الصحيح أين من لهم أجر على الله أي إنسان بيغضب يريد يذكر هذا الحديث فالملائكة طبعا مش عارفين من من هؤلاء الذين لهم أجر على الله فيقول الله عز وجل فليكم العافين عن الناس فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من جرعة يتجرعها العبد أفضل عند الله من كظم الغيز يعني هذه الطرق الخمسة لو الإنسان أخذ بها نراجعهم بقى عنوانهم سريع نعم أول حاجة أول حاجة الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني حاجة ثاني حاجة الإنسان مننا يتوضأ ثالثا أن يغير مكانه يعني مثلا إذا كان قائما كما ذكرنا بعد كده هو الإنسان مننا يعني يعني إن كان في مكانه يغيره كما تكلمنا بعد كده الإنسان يتذكر الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة لو عرف أنه مجرد أن يكظم الغيز فسوف يعطى الجزاء الأوفى من العافين عن الناس والمحسنين الآن القرآنية أختم بها بس هذه الكلمة لما نزل قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين دخل يوم الأيام عيين بن حسن على سيدنا عمر وعمر بالخطاب كان غضوبا كان شديد فأغضبه هذا الرجل قال له والله ما تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل يعني العطاء الكثير ففلم أمير المؤمنين واحد يقول له كده رئيس الدولة فغضب عمر فبعض الصحابة ذكره بالآية قال له يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين والله عز وجل أمرك أن تعرض عنه فكان عمر وقافا عند آيات القرآن الكريم فما تجاوزها وهدئ تماما بعد أن سمع الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تحسن إلى من أساء إليك هذه هي قيم الإسلام طيب طيب أبل أن تكلم بقى عن ملف مهم جدا وهو ملف الأسري هيكون مع إيمانك هيكون مخصصة بي مسائزة عرف فيه ناس يقول لك يا أصلا عصبي أصلا يعني أنا ما أتعاش فيه لما بزعل ولا بتعصب عشانا عصبي أريخ إيتي عصبي ممكن نرد على ده اللي هي إلقاء اللوم على الشخصية أو على الرد الفعل السريع أو العصبي نعم زي ما قلت لحضرتك أن الإنسان أي إنسان بطبيعته عصبي لقمان الحكيم نصح ابنه يوم الأيام قال له يا أبنية لا تصادق أحدا حتى تغضب عايز تعرف أي واحد حليم ولا أغضب لا يعرف الحلم إلا وقت الغضب يعني المشكلة كله يدعي الحلم وكله يدعي هدوء العصاب ولكن عند المشكلة يظهر عوالي الشخص ويظهر المشكلة الوش الثاني نعم فالإنسان ما عليه إلا إيه إن كان بهذه الصفة عليه أن يحط الخمس بنود أو الخمس علاجات أمامه اللي إحنا ذكرناها أي إنسان بطبيعته يغضب حتى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كان لا يغضب إلا في ذات الله كان إذا غضب احمرت أوداجه أو انتفقت أوداجه وحمر وجهه كأنه منذر جيش هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فطبيعة الإنسان التكوينية جبلة على الغضب ولكن زي ما تكلمنا لابد للإنسان أن يقضم الغيز العبرة ليست كلنا بنغضب ولكن ليس الكل هو الذي يقضم غيزه ويستطيع أن يسيطر عالم فعالاته طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن الغضب بين الزوج والزوجة اللي هو المفروض أن يكون بينهم مواد دا ورحمة بس بنلاقي أن بين الزوج والزوجة أكتر أكتر اتنين بيبقى بينهم استفزاز وأكتر اتنين بيبقى فيهم فيهم غضب البيوت كلها بتقوم على الاستفزاز بين الزوج والزوجة تعرفش لي أي حاجة بيتخانق عليه نعم وحضرتك بالنسبة للحياة الأسرية طبعا لا يخلو بيت من مشكلة وغالبية حالة الطلاق إنما تكون لأدفه الأسباب يعني الإحصائيات بتدل على إنه غالبية حالة الطلاق تكون لأدفه الأسباب شيء تافه بسيط بين الزوب والزوجة فتدخل الشيطان ولذلك الطلاق هو جائزة للشيطان الكبرى بهذا عشر رحمن طبعا ودى الشيطان لو ظهر بالطلاق الحديث إنه الشيطان يرسل جنوده يبعثهم هنا فيأتي بعض الجنود فيقول الشيطان ماذا فعلت الشيطان الكبير اللي هو رئيسه إبليس فواحد يقول ما زلت بالرجل حتى سرق فيقول له والله ما فعلت شيئا طب واحد يقول للتاني ماذا فعلت ما زلت بالرجل حتى يعني زنى فيقول له والله ما فعلت شيئا يقول له التالث فيقول له ماذا فعلت فيقول ما زلت بالرجل حتى طلق براءته فالشيطان يضع التاج على رأس هذا الشيطان الآخر ويقول له أنت أنت كأن الطلاق يعتبر جائزة الشيطان الكبرى فود الشيطان لو تدخل بين الرجل وامرأته وكان سبب من أسباب الطلاق ولذلك العلاج يكون عن طريق هدوء الأعصاب من الزوج ولا من الزوج لا من كلا الطرفين يعني لابد الإنسان سيدنا أبو الدرداء كان يقول لامرأته يعني إن أغضبت فرديني وإن غضبتي فسأرديكي وإلا لا نستحب لأن لابد من الطرفين أن يغضب مر الزوج ومر الزوج فإن غضب الطرفان خرب البيت وتهدمت الأسرة وتشتت الأطفال يعني الزوج لما تلاقي جزها متعصب لابد أن هي تهدى يعني وبعد لما يبقى خلاص يعني الموت بتاوي تعدل شوية طبعا يبقى مش عصب نتكلم بقى أنت عملت كذا وكذا وكذا لكن ما وصلش أستفزه لا رد الانفعال الوقت ده مشكلة من أسباب أكبر المشكلات اللي بتحدث أنه بيكون رد الانفعال في الحال التوقيت فده يؤدي إلى كلاهما متعصب وقد يتلفظ بكلمة وهي كلمة الطلاق مرة أو مرتين أو ثلاثة يعني تؤدي إلى مفارقة إلى يعني مفارقة لعودة بعدها طيب الطلاق في الغضب نعم بيعتد به أم لا؟ الغضب مختلف حضرتك أو الطلاق في الغضب الطلاق الذي لا يعتد به في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا طلاق في إغلاق لأنه أي معنى الإغلاق؟ إغلاق أنه الإنسان إذا غضب يكون كلمة جنون حتى قال العلماء لا يدري الكوب أعلاه من أسفله يعني هذا هو الطلاق الذي يعتد به هذا لا يعتد به حتى لو يعني مثلاً واحد في طلقتين خلاص تمه نعم لو بعدها طلاق في إغلاق هذا يعتد به برضو ولا لا يعتد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق والإغلاق طبعاً هو الغضب الشديد طب لو الإغلاق مثلاً حصل ثلاث مرات ثلاث طلقات برضو كذلك الأمر لا يعتد به لا يعتد به زي ما قلت لحضرتك الإنسان قد يقتل أثناء الغضب وهذا الغضب الشديد وهو الجنون إيه معنى الإغلاق الإغلاق هو شدة الغضب مش أي واحد يغضب يقول لي أنا طلقت قلت لمراتي طالق يعتبر هذا إغلاق هو اللي بقى اللي بيشير للوزر هو اللي بقى عارف ليس إغلاق يعني هو اللي بيبقى عارف إنه هو كان في إغلاق نعم يعني ولا ما كانش في إغلاق يعني هو اللي بيشير للوزر هو ما يعرفش أليه ويعني خرجت منه الكلمة دون أن يدري هذا هو الإغلاق قلت لك بعد كده أنا ما قلتش لما أتلفز بالطلاق هذا هو الإغلاق لأنه كان في حالة يعني هاجان عصبي فمش عارف يعني في حالة نفسية غير طبعية ولم يقل بيقول لك أنا ما قلتش ومراته لا بتقول إنه هو آل طلق فهذا هو الإغلاق الذي لا يقع به الطلاق يعني إحنا عمتا في مرحلة يعني يعني على البلد كلها أو على المجتمع كله وفيه ضغوط عصبية كتير قوي فممكن تلاقي إن فعلا الغضب بيكون أكثر من المعتاد بس أعتقد بإن حالتك قلتو بالخمس خطوات اللي إحنا ممكن نستفيد منها وفي الأول وفي الآخر بالقاظمين الغيز والعافون عن الناس يعني أعتقد إن هي دي الكلمة المفروضة إحنا قلنا نعتد بيها وحطاها كده قدامنا عشان نقدر نعدي عشان حتى ما فيه بركة حتى في الأيام اللي جاء هو مرض العصر طبعا والمرض الاجتماعي الأخطر في كل المجتمعات اللي بنعيش لها ودائما ليه حجة ودائما ليه سبب ودائما ليه شماعة ممكن تعلق عليها أصل ظروفية أصل الفلوس أصل البلد أصل العيشة والعيشة لها والكلام دا كله يعني أهلا حاجة إن إحنا نستحمل بعض يعني لو أنا غضبت أنت تستحملني عشان معاش ما تستحملش دكتور عادل المراغي إمام وخطيب مسجد النورب العباسية مشكرك شكرا جزيلا يا فندم شكرا جزيلا يعني نتمنى فعلا أن يكون الكلام دا واتوصل لما ليه هم والقبل شكرا جزيلا بنشكر حضرتك وبكده نكون خلصنا يومنا النهاردة وبوكرا إن شاء الله معنا يوم جديد وفريق أعمال جديد ونهارك سعيد